ايها الاحراء العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه البلاد هذه البلاد شقة مفروشة يملكها شخص يسمى عن طرى يسكر طول الليل عند بابها ويجمع الإيجار من سكانها ويطلب الزواج من نسوانها ويطلق النار على الأسجار والأطفال والعيون والدفائر المعثرة هذه البلاد كلها مزرعة مزرعة شخصية لعنطرة سماؤها هواؤها نساؤها حقولها حقولها المغدرة مدينة مهجورة مهجرة لم يبقى فيها فأرة أو نملة أو جدول أو شجرة لا شيء فيها يدهش السياح إلا الصورة الرسمية المقررة للجنرال عنطرة في غرفة الجلوس في عيد ميلاد والسعيد في قصور الشامخة البازخة المصورة الحقيقة يا حضرات كل سنة وحضراتكم طيبين وكل واحد فينا أو يعني بعض الناس اعتادت على أنه في النيو يير مش في الكريسماس بيجي لها هدايا شجرة عيد الميلاد وهدايا الهدايا بقى بتاعة النيو يير مش الكريسماس بتبقى أي حاجة بتاعة الغلابة لكن عشان بلادنا بقت شقة مفروشة لعنطرة وياريته عنطرة ياريته إنما الأخ بالحة بتاعنا أولوياته في الحياة إنه في النيو يير يدلع نفسه ويزبطها وعلى رأيي الفنان أحمد مكي كما قال الكبير لازم يزبط الأول عشان يزبط الشعب لكن بالحة مش عنطرة بيزبط نفسه الأول ورجالته وبس يعني أحلى أكل أفخم أصور أشك عاصمة إدارية بدل هدوم لي وللمدام مستوردة من برة ساعة أومجا بالشيء الفلاني آخر دلع لبلحة آخر دلع لكن آخر هدية لبلحة آخر تزبيطه لنفسه آخر خبر يا حضرات الخبر اللي مش هتسمعه في قنوات السيسي كلها إن السيسي زبط نفسه زبط طيارته الرئاسية زبطها بشوية كماليات عارف أنت لما تزبط عربيتك كده فتفيم الإزاز وتركب أجنحة والحاجات دي المعلم بقى لزوم الفخفخة زبط طيارته الرئاسية زبطها مش بمرئات زبطها مش بأجنحة والحاجات دي مش عارب يسموها إيه إنما زبط طيارته الرئاسية بحاجة بسيطة قوي خد الخبر الذي لن تسمعه في أي قناة من بتوع الانقلاب خد الخبر من مصدره من السي إن إن منها أنظمة أنظمة مضادة لطائرة السيسي خارجية أمريكا توافق على صفقات أسلحة للسعودية ومصر والكويت الطيارة دي اللي ركبها الأمريكان بعتوله المعفن إيه اللي حطوا قدامه دا؟ حطت نص سندويتشي يا معفن دبي الإمارات أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وفقت على عدد من صفقات أسلحة محتملة بمليارات الدولارات لكل من السعودية والكويت ومصر جاء ذلك في مذكرة قالت فيها الخارجية الأمريكية إنها أخترت الكونجرس الأمريكي بنيتها الخارجية بلغت الكونجرس إن عندها نية تبيع للكويت مروحيات مقاتلة من طراز أباتشي بصفقة قيمتها 4 مليار مؤمن احسب ورايا 4 مليار دولار بالإضافة إلى قطع غيار لبطاريات صواريخ باتريوت 200 مليون دولار وأخترت الخارجية الخارجية بتاع مايك بومبيو أخترت الخارجية الأمريكية بمذكرة الكونجرس أيضا إنها نوية تبيع للشعودية قنابل منطراز كذا والمعدات اللازمة لها بصفقة تقدر قيمتها ب290 مليون يعني كده مليار وتقريبا نص مليار أما فيما يتعلق بمصر فمايك بومبيو وزيخ الخارجية الأمريكي بلغ الكونجرس بنية أمريكا إنها تبيع لمصر أنظمة مضادة تعمل بالأشعة تحت الحمراء ومعدات تابعة لها لطائرة الرئيس المصري سيسو بقيمة كان بقى 104 مليون دولار بس رخص قوي لا ما فيه بقى إضافة إلى منصات أهداف قناصة متقدمة ومعدات ذات علاقة بقيمة 65.5 مليون دولار يعني 104 وغير 20 جنو ومعنا الثلاثة يبقى حوالي 170 مليون عبد الفتاح السيسي بيشتري أنظمة مضادة لضرب طيارته وبعد معدات ذات علاقة بما يعادل 170 مليون دولار طب هي طيارة واحدة لا هم أربعة انت فاكر في 2016 لما مصر اشترت أربع طيارات رئاسية للسيسي بس عشان المدام لها واحدة ومحمود ليه واحدة ومصطفى ليه واحدة فهو في 2017 مصر تشتري أربع طيارات رئاسية فخرة بقيمة 300 مليون يورو حطوا بقى على 300 دول أنظمة مضادة للأهداف للصواريخ اللي هي 170 مليون دولار يعني بقى حجم الطيارات دي كلفت مصر 300 يعني 300 مليون يورو وحوالي 170 مليون دولار الله مش دلع مش داد دلع ايوه اخواننا الراجل عايز يتدلع انت لما بتشتري عربية جديدة بتحتاج شط حاجات فيها جنوت مش الحاجات اللي بعملوا الشباب دي هو الراجل لكن هو السؤال يا الخارج الأمريكية بعيده ليه كده ليه تنشر الكلام ده هقول لك ليه تنشر الكلام ده تنشر يا حضرات لان الكلام ده مذكرات رسمية لان امريكا بلد شفافة مش هينفع تحت التربيزة زمان الزعيم دلوقتي بلحة قاعد بطنه بتلعب عليه وتلعب عليك بطنك ياللي ما تصلي عن نبي انا بس عايز اقول لك ان الخبر ده لن تراه في القناة المصرية واذا شفت الخبر ده في القناة المصرية اديك نموذج كده خش كده على الخبر ده العب كده بس لا 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 خش على الخبر كده كما نشر على وسائل الاعلام المصرية شوف الخبر اتنشر ازاي اخترنا ايه يا ربي نختر ايه يا هاني اه نختار فيتو كده كيف نشرت هذا الخبر ونحطه متنين مع بعض زي بعده استحملني يا علي دي اخر حلقة السنة دي يا راجل خلينا بس نلعب كده ونفرج الناس شغل الحواة الخبر نزل في الـ CNN فضيحة طيارة السيسي بيكلفها منصات دفاعية وسواريخ هجومية وحاجات ذات علاقة بمية وسبعين مليون دولار طيب ادي الخبر اهو كما نشر في الـ CNN التي تطبع وتنشر من الامارات نشر اهو منها انظمة مضادة لطائرة السيسي خارجية امريكا توافق خلاص تعشوف كيف نشر هذا الخبر في الصحف المصرية طبعا اغلب الصحف تجاهل اتنشر الخبر لانه عين متكلمش اصد احنا مش شاريين حاجة للمستشفيات احنا مش شاريين حاجة للتعليم احنا شاريين حاجة للهانم للبي ماشي فنشرت اللي نشر بقى الخبر وتجرق ينشر الخبر كانت فيتو نشرته ازاي بقى هكذا نشرت فيتو الخبر نشرته الحقيقة لا علاقة له بالموضوع ونشرت فيه غلطتين مهمين او يعني فيه ملحوستين اطلع بقى بالخبر كده في فيتو يا راجل الخبر في فيتو اطلع بقى بالخبر كده كما نشرته او منشره موقع اخباري اسمو بيتو خد الموشن ده عبال ما يجيب لي الخبر ده شوف كده موشن دلع الزعيم دلع الزعيم 216 السيسي اشترى اربع طائرات رئاسية ب300 مليار ب300 مليون يقلو يعني حوالي كانوا خمسة مليار 79 في عشرين عشرين السيسي اشترى انظمة دفاعية لطائرات رئاسية بـ 170 مليون دولار يعني حوالي اتنين مليار جنيه اجمع بقى خمسة مليار جنيه على اتنين مليار جنيه وشوط القصور اللي جنبه بعض دي ومعانا التلاتة يطلعوا اجمالي كده تمانية مليار اجمالي بند الطيرات بس بس كلف الدولة المصرية تمانية مليار فاصل تمانية مليار فاصل كم فاصل اول كان فاصل كم فاصل كم اديني مش عن كده فاصل اربعة ستين اول فاصل اربعة ستين تمانية مليار فاصلها ستة اربعية تمانية مليار جنيه الطيرات بتاع السيسي كلفتنا تمانية مليار جنيه يا مو نيازي صح نيازي قولي لها العرة الجعر كلف الدولة المصرية تمانية مليار جنيه للطيرات بتاعته شوف بقى صعف مصر كلها صعف اليوم السابق لم تنشر كلمة صعف اليوم السابق تمحسوا عن اخبار ان يستحليبها الكراء والشعراء تكتب عنهم صعف اليوم التالي شوف بقى صعف السيسي مسرت الخبر ده ازاي اديني الخبر كده في السي ان ان الاولي علي معلش منها انظمة مضادة لطيرات السيسي خارجية امريكا توافق خلاص شوف بقى فيتو ايت لك ايه بقى فيتو ايت لك ايه قيمتها متين وتسعين مليار دولار امريكا توافق على بيع الاف القنابل الزكية للسعودية يا راجل يا راجل يا راجل خسئت ثاكلاتك امك طب يا راجل طب يا راجل يعني معلش يعني طب يمكن معلش عليه يمكن في المتن بتاع الخبر في تفاصيل اكتر اطلع كده بالمتن بتاع فيتو كده يمكن يدوني تفاصيل قالت وزارة الخارجية الامريكية وقالت وزارة الدفاع الامريكية البنتجون ان وزارة الخارجية وفقت على امكانية بيع تلات تلاف اش عارف ايه في صفقة تصل قيمتها الى متين وتسعين مليار دولار وتأتي الصفقة في الايام الاخيرة لدونتو وقال البنتجون ان الصفقة اش عارف ايه وطائرات وفي بها ان الصفقة المفتوحة ستصل للسعودية وتابع عنا حاج ما اش عارف ايه الله لا 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 في مصر في مصر ادي اول ملاحظة مفيش مصر خلص في الموضوع خلاص تاني ملاحظة بقى انه قال لك القنابل بتاع السعودية بمتين وتسعين مليار هي احبل كلها على بعض اطلع بمتين وتسعين مليون دولار فالاخر بتاع الفيتو لانه سيساوي معفن وكدهب فرفع المتين وتسعين مليون دولار الى متين وتسعين مليار تعاني نشوف الخبر في السي ان ان اطلع يا علي بالمتن بتاع السي ان ان كده بيقولك السعودية خادت بكام بمتين وتسعين مليون يا معفن كنت تحط السلوش في الباسكت المهم اطلع 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 اه واخترت الخارجية الامريكية بمذكرة الكونجرس ايضا نياتها بيع السعودية بصفقة تقدر قيمتها بمتين تعالي لك كده يا مؤمن بمتين وتسعين مليون دولار متين وتسعين مليون دولار الاخ بتاع فيتو خلى المليون دولار خلىها مليار فقالك قيمتها متين وتسعين مليار دولار واظن اخوانا بتوقع الحسابات يعرفوا الفرق بين المليون والمليار نما ما علينا فيتو ما جابتش سيرة مصر سين ان فضحت السيسي فيتو ما جابتش سيرة مصر لانه منفعش يتكلم اصلا احنا ما اشترناش لمؤخذة سباكة احنا ما اشترناش ادوات طبية للدكاترة اللي بتهلك كل يوم احنا ما اشترناش حاجات للمدارس ده اشترى حاجات لنفسه للطيارة فعشان كده ما نجيبش سيرة الطيارة عند فيتو لكن لان الخارجية الامريكية تتحسب على الكلام ده فتنشر وبقالنا عشان نبقى بجيحين وجهلة ننقل الرقم بتاع السعودية من متين وتسعين مليون نخليها متين وتسعين مليار حد هي السعودية تحسبنا اشتركوا في القناة